ولتحليل أبرد ما جاء في الأسواق العالمية نضم إلينا عبر زوم من بيروت أستاذ نديم السبع رئيس التنفيذي لشركة فيرست فينانشال ماركتس مرحبا بكم على قناة أذهري ببرنامج أركام وأسواق تحياتي أنزي وشكرا على الصدافة شكرا لكم أهلا أستاذ نديم نتابع ارتفاع أسعار الذهب بدعم تفاقم التوترات الجيوسياسية إلى أين يتجه المعدن الأصفر سيد نديم؟ اليوم الذهب الارتفاعي اللي عم نشهده اللي حصل المبارح كان عنا ارتفاع كتير كبير بما لا شك فيه مدعوم من التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والحروب اللي عم تصير ولكن كذلك لأمر تسعير الأسواق أكتر وأكتر تخفيض معدلات الفائدة عم تدعم ارتفاع الذهب هلأ أنا عم بحكي معك أنجي من قبل قليل يعني كنا عم نسعر أو بلشنا نسعر ثلاث تخفيضات هذه السنة لمعدلات الفائدة والمبدأ سيكون لدينا في سبتمبر تخفيض بما أن الاتحاد الأوروبي بدأت يخفض معدلات الفائدة اليوم المركز البريطاني خفض وباعتقاد اليوم مع هذا الجو القائم نحن نذهبون نحو تخفيض معدلات الفائدة في سبتمبر وبالتالي لدينا توترات جيوسياسي من محل عم تتعم الدهب مع تخفيض معدلات الفائدة كمان بمحل معين عم تتعم الدهب باعتقاد يا صلحنا عمام 2500 وال2550 منا بعيد حالياً أنا أحكي معك أنجي على الشاشة 2447 2500 وال2550 مش بعيدة للأمصة الوحدة نعم ننتقل لأسعار الطاقة سيد نديم وقبل أن نستفيد في تحليله نستعرض خبراً مهماً وهو أن تحالف أوبك بلوس نوها بالتزامن مع الأعضاء بخطة الإنتاج مع مواصلة تقييم سوق النفط ماذا يعني هذا التفريح؟ أنجي بما لا شك فيه مجموعة أوبك أوبك بلوس عندهم هدف رئيسي وهو التوازن في الأصوات وبالتالي ما بناسبهم برمي النفط منخفض أنت تعرف منتجين والمنتج بيكون عم بحقي عواد مالية من الانتاج عن النفط وبالتالي عم بيأكتوا أكتر ومرة ومرة أنه نحن أمام التوازن الموجود في سوق النفط رح نتدخل لنخفض هذا الانتاج عندما نرى بحاجة لتخفيض هذا الانتاج لنحافظه على سعره وكذلك الأمر رح نتدخل لنضخ أكتر وأكتر الانتاج في حال قمنا بحال شفنا حاجة وبالتالي بما لا شك فيه مطلب واحد وهو مطلب واحد وهو الاستقرار في الأسعار عن هذه المستويات بتناسبون هذه المستويات أكتر بـ 5% أقل بـ 5% معنا مشكل ولكن هذه المستويات بتناسبون وإذا بدك اليوم كمان بقلشت مجموعة أوبك أوبك بلوس عم تجهز حالة لصراع ممكن يكون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة لنخفض لانت بتعرفه ترامب اليوم بيطالب بسعر بالمية النفط منخفض وبالتالي هذه المجموعة اليوم عم تقولك أنه أنا متماسكة متوزنة وعندي حاجة لأنه عمل استقرار في هذه الأسعار وحائق سعر بالمية النفط مثل ما عم نشهدها لنا حالياً هلأ 77 عم نحكي بين السبعين والتسعين دولار منظمة أوبك أوبك بلوس بنسبة هذه الأسعار من حدود الخامت عم نحكي من 72 لل85 تقريباً هذه الأسعار نعم ما رأيت حضرتك أيضاً لأسعار النفط خاصة خام برينت هذا العام خام برينت باعتقادنا أول شيء مبارك شخصنا عم يرتفع بحدود الأربعة بالمية مدعوم بالتوترات الجي سي 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 حالياً عم نحكي بقانت على الشاشة تقريباً 80 باعتقادي بعد عنا من هون من هذه المستويات من هذه الأسعار لأنه أنا قدام الشاشة بحدود الستة إلى سبعة بالمية ارتفاع أكثر وأكثر ما عم نحكي عن المدى البعيد نحكي عن المدى العصير للمتوسط في عندي ارتفاع بحدود بين الستة وثمانية بالمية وباعتقاد إذا من رائب شو عم بيصير بالتوترات الجي سي سي بالمنطقة بيطابع هيدا الشي مع التحليل نعملو أنه نحن أمام ارتفاع أكثر وأكثر بسعر برمين اللفط مش انخفاض نعم بنك انجلترا خفض الفائدة للمرة الأولى منذ أربع سنوات إلى خمسة بالمئة هل هذا القرار مفاجئاً؟ وهنا توقع أن يخفض الفيدرالية الأمريكية الفائدة للمجتمع المقبل؟ ما كان مفاجئ بالمعنى المفاجئ اليوم قالت الاقتصاد البريطاني إذا بدك عم بيعاني عنده معاناة الاقتصاد البريطاني مع الحصارة شوي أكثر وأكثر بالتضخم وبالتالي وضعه بيسمح لك أنه ينعمل تخفيض في معدلات الفادي وإذا نلاحظ نحن شو كان اليوم بالمحافظة عم بيقول أنه لسنا بحاجة لعادة تقييم قرارنا في حال شفنا أرقام مفاجئة وبالتالي أصبحوا هني باعتقادهم أو هني مقتنعين أنه الأرقام الضعيفة في الاقتصاد بحاجة للمقفض معدلات الفادي وبالتالي لو شفنا ارتفاع في أسعار التضخم بالوقت الجاية بالوقت اللاحق ارتفاع في رقم أو رقمين بأسعار التضخم مش يعني هيدا الشيء رح يقفطه رح يوقفن عن تخفيض معدلات الفادي باعتقادني أنهينا مع دورة التشهيد النقضي بلش الاتحاد الأوروبي مرورا بريطانيا والفدرالي الأمريكي اليوم لخبر ما أطلع معيك على الحلقة عم نحكي ثلاثة سعيرات على الأسواق مسعرة لتخفيض معدلات الفادي وبالتالي باعتقادنا عم بسبتمبر سوف نشط تخفيض معدلات الفادي الأسواق صرت بحاجة الأسواق سعرت كنا عم نحكي تخفيضين أوكي هلأ لنا ثلاثة ما عمنا مشكل فينا نرجع نزل لتخفيضين سيد ننديم كم نسبة التخفيض المتوقع لفدرالي الأمريكي نحنا كنا عم نحكي بتنين كنا عم نحكي بتخفيضين اليوم الداتو بلوت سعرت لتخفيضات ما في مشكل هنحافظ على التخفيضين أنا برأيي عنا هيدا التخفيض يلي رح يكون اللاعب الأساسي فيه هو الأرقام يعني بحال شفنا انخفاض أكثر معدلات ارتفاع معدلات الضخم رح نحافظ على التخفيضين ونلغي آخر تخفيض نرجع لتنين بحال شفنا أرقام التضخم انخفضت منحافظ على ثلاث تخفيضات باعتقادة بين ثلاثة وثلاثة أصبحنا حتمية يعني 75 درجة أساس عم نحكي بين 75 و النقطة فيها تكون 25 25 50 وفيها تكون 25 25 25 عم نحكي 75 يعني بين 75 نقطة أساس على ذكر الفدرالي فقد أعطت تعليقاتي دفع لمؤشرات الأسهم الأمريكية مرد حضرتك لأسواق الأسهم على المدى القصير والمتوسط أيضا على المدى القصير والمتوسط شاهدنا أن معشر نازدك عمل ارتداد كتير كبير بداية هذا الأسبوع فتح انقفاض كان عنا تقريبا أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من الانقفاض باعتقادي أنا أي حديث عن تخفيض معدلة الفائدة يعني دعم لسوق الأسهم وما تنسي اليوم على هذه الأسعار هذه الأسواق كانت عند مستويات تاريخية نطرة الأسواق في تيك بروفت بيصير أنجي عند كل ارتفاع كتير كبير في نوع من تيك بروفت بيصير جاني على الأرباح بتكون فيها الأسواق لأنه تعرف في بعض المستثمرين بيفضوا يقضوا أرباح بيرجعوا ينطروا انخفاض يرجعوا بالتمركز وبالتالي من المدى المتوسط باعتقادي نحن نرجع نتشهد على الأسواق معاشر نازدك داو جونز وكذلك في أمر مال سيد نديم ما نصيحة حضرتك للمستثمرين خاصة في ظل كل هذه توترات الجيوسيسية في المنطقة بما لا شك في نحن نشهد بتوترات جيوسيسية كبيرة قد تكون أول مرة منشهدها من فترة كبيرة باعتقادي على المستثمرين يحافظوا على الكاش سيولة الكاش يركزوا على الدهب وينطروا كذلك الأمر وفي حال شفنا انخفاض كبير على بعض الأسهم عوالة مؤشر في انخفاض بحدود الست إلى سبع المية تصحيح فينا ناخد شراء عليه ولكن هذه الأسواق مرتفعة حاليا نفضل اتعاد عننا أنا ركز على الدهب وعلى الكاش وضحت النقطة بشكر من بيروت أستاذ نديم السبع رئيسة تنفيذية لشركة